تحت ذريعة وجود مقرات تابعة لمسلحي أحزاب كردية معارضة لإيران في إقليم كردستان يكرر الحرس الثوري الإيراني اعتداءاته على السيادة العراقية إذ قصف عناصر الحرس الثوري بين مدفعية وطائرات مسيرة منذ التاسع من الشهر الحالي مناطق مختلفة في الإقليم بدأت المدفعية الإيرانية ضربها لمواقع في قرية بربازين ومرتفعات مطلة في المنطقة لثلاثة أيام متتالية الحرس الثوري جدد قصفه المدفعي على مناطق بناحية سيدكان في قضاء سوران التابع لمحافظة أربيل في اليوم الرابع والخامس قصفت مناطق بطائرات إيرانية مسيرة وصل عددها إلى 16 طائرة مسيرة بحسب ما أكده الحزب الديمقراطي الكردستاني الإيراني المعارض الحزب أعلن إسقاط أربع طائرات إيرانية مسيرة من مجموع الطائرات التي قصفت بها المواقع المستهدفة القصف بحسب مسؤولين في الإقليم أثار الذعر والهلع بين المدنيين من سكان القرى المستهدفة فيما وصف مراقبون خطورة ما يحدث من تجاوز على سيادة العراق وعدم اكتراث السلطات الإيرانية لحكومتي المركز والإقليم ما يجدد مخاوف التجاوزات الإيرانية والضرب لمنظومة الأمن والأمان العراقية ترجمة نانسي قنقر